بعد ثلاث أشهر أنها المشاركون في فآليات الهملة الرخمية لمقافة خطابات الكراهية وشائئات أبرى وسائل التواصل الاتمائي التي نظمها المأهد الدولي الديمقراطي والمساعدة الانتقابية بالتنسيق مع وزارة المصالحة الوطنية والتماسك الاتمائي. وأن المناسبة كانت بإشراف من وزير المصالحة الوطنية أبدرهمان أحمد خلاملة بدوره مسؤول البرامج للهملة الرخمية لمقافة خطابات الكراهية أبدالوهاب باء. فخثمنا جهود الشباب في مجال ترسيق دائم السلام والعيش المشترك بين أبناء الوطن الواهد أبرى التواصل الاتمائي. كما شكر الوزارة على إتاهتها للشباب الفرصة لإكمال هذه المهمة. في كلمته الختامية وزير المصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي أكد بأن الهكومة تعمل جاهدة في إيجاد هلول ناجئة لمقافة الزواهر السلبية. الحكومة إن دانية تعمل كبير في الرئيسور السوشيو شان بشولو غرار. الغرار يكون ما يمسك الليبرتة حق الناس والحرية حق الناس. الحرية للناس يدور يتكلمون زي ما عوزين يدور يمشو زي ما عوزين. وما يخلي الكنفرانس دا ترجع وراء في الحرية حق الناس في الليبرتة اندفيدول حق الناس. ودعا نحن الحكومة إن دانية تعمل الكنفرانس دا وإن شاء الله ننجحه شان نلوم وطننا. هذا وخلال المناسبات تم توزيح هدايا للفائزين في المسابخات التي نظمت في مجال الاستخدام الجيد لوسائل التواصل الاجتماعي. والبالغ أددهم أشر شابا من بين ستين مشاركا ومشاركة.